السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كانوا مزوج في فيديو جديد إن شاء الله صراحة توحص اليوتيوب شحالة دي ما مشي فيديو في يوتيوب ورجعنا اليوتيوب فيديوك رائع برياكشن صراحة لمباراة التاريخ مباراة في أول دور مجموعات الكأس العرب بين منتخب المغربي والمنتخب الشقيق الأخ الصديق من منتخب الفلسطيني صراحة مبلغة کسعيبا وأكثر الفلسطينيون المغاربين لأن مباراةぉ مغربين في فلسطاني في المنتخب المغربي وحن على المغارب البخار vai, dos, dos, cè, etc éramos جميعا ولم أكن نسنا مرة المغرب لدرد المنتخب الفلسطيني على العموم ميسارة في نهاية المباراة مشاعر الحزن فأنا دائماً مشاعر الحزن تغلب مشاعر الفارح في كلتعة الحالتين سنكون حزين فرح لأنه لو ربح المنتخب المغربي سنكون حزين للمنتخب الفلسطيني فقد سنكون بانكاد حزين للمنتخب المغربي الحاجة الوحيدة التي ممكن تداوي هذه الحزن هي نشوف مباراة تاريخ بالفريقين تكون مباراة أصلاح أحبنا نشوف الأهداف لا نريد كيمة الدفاعية نريد كلا الطرفين إن شاء الله تدود مباراة في أفضل ما يكون إن شاء الله ونتمنى أن نستمرنا القلب العودة هذه اللي يوتيوب تكون عودة ميمونة نعم إن شاء الله تكون المباراة قد تطلعها الجمهور المغربي والجمهور الفلسطيني ومن هذا المنبرخ بالمام دوريكشن كنبلغ تحية لكل الإخوة والأصدقاء والشعب الفلسطيني الشقيق هي صمود واعتزاز وفخر لكل وحدات الشيخ جرح على العموم مش منطولش المقدمان خليكم فريكشن دي المباراة التاريخ مباراة منسبة لي مش القرن ولا التال مش عش أكثر من تاريخ راح فلسطين هدي مع المنتخب المغربي كنت من إن شاء الله فرجة ممتعة إذن أخي نعمل مباراة دي المنتخب الفلسطيني مع المنتخب المغربي نتمنى نتمنى يا ربي المباراة تكون قد لها بمستوى الفريقين إن شاء الله يا ربي وشوفنا كورة الأولى اللي كانت من تزييد اللعب الشيميل اللي كان بيحاول إنه يضع المتفى بالفلسطين اختلاقتها بالضغط العالي منتخب فلسطين والطرف الشمال الرهيري تحرك كبير رادي اسمعي الله طلع 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 حاليا المنتخب المغربي نازم كي يصنع الاحدة يما تسجد ز broadly من المنتخب المغربي الصيف لكن المدخل المغربي يفين بأننا عندنا قدرات بشي قدرنا عندنا قدرات بشي يسجل لها ساف! راف! ساف! في نار دي! يا عدم! ماتيكم بالكرة ترططت في وجه محمد صح شوف اللي دي! اه! في نار مباراة حلوة مباراة واحد في نار ما يخسراش التحكين صراعاً ولناها تاني اللي اغلب من الاختر ما يخسراش التحكين جول 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 أول أهداف المباراة على المنطقة بالنوري هدف رائع وحط نقل ديرو مباراة دير حالي شوف 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 شاوف شوف شوف شων مباراة دير هالس هو مو كاشين توقع همه ما يانز لدينا صحي غ enters وحل هذه نصالها في دير الحلو حل إسبيان ضحي موشね موش نقول crianças لدي اللي السبت ضح لقد احضر مثلاً ضحي موشن خمضر agility نعم شمده نعم شمد نعم مست crispy و المنتخب الفلسطيني لحد الساعة كان مزيّر صارعه لعب مزيّر لعب دوره كانت منّا وجهة منشكله شي شي خطر بالعكس مهبطلوش زعم العزيمة ديره كانت منّا و بالعكس و المنتخب الفلسطيني دابا يزيّد يخرج و يزيّد يمحات على الهدف تهوه حق صارح المباراة واحدة صارح مباراة مزيونة و المنتخب الفلسطيني وقف ند صارح المنتخب المغريب حان ايام بدا شوب تاني دي المباراة و المنحلة اليوانا مزيّر صارح المناتخب المغريبي صارح فاصلنا صارح هاي ايام كانت عليّ مهم سألّا شوب الأول ما بين المنخب الفلسطيني و المنطخب المغريبي تخوّق المنخب المغريبي خلّا بداية ديالة شوب تاني نتمنوا ان شـالله نشوف كورة انشـوف الجمالية ديالة شوب تاني وليما لا نشوف اهدف اكثر ان شاء الله يا رب مي مبارس صراحة وعلى وعلى بزف مش هم زيان تاكتيكيان صراحة المنتخب المغربك يوصر بزفن المناطق ديال الفلسطينيين كنتمنى عيد ديك المحاولات ان شاء الله تنتج لنا الهدف ان شاء الله وليما لاحت المنتخب الفلسطيني لان خصنا صراحة خصنا يتاوي تكيتي هدف باش يفرح لطلق ديال الفلسطينيين في كل بقاء العالم ان شاء الله يا رب قول الهدف التاني للمنتخب المغلبي اذا اسمع عرفتوا شقولوا للمشيقوا قول 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 واعر شوف شوف ملعوه كتير ماشي اورصيل ماشي اورصيل واعره واعرف اوه لو كانت بلانتا حق ماشي مشكل قول الهدف التاني حقين المنتخب المغربي جماعي المغربي هاليان في كل ربوع المملكة فرحانة طب هاد الحال بهاد المرضود ديال المنتخب وبهاد الهدفين في صراح والله المنتخب الفلسطيني اللي حد يسعوا لرقين مبارا واره واره بزاف تكتيكيان صار حلاء من زين ايواء ما منك يحاولوش ما يخرج شوية من من طبعا الحال لما كيخافوا يلا خرجوا من المنتخب المغربي يجبار فرصة باش يزي لكن حاليا جوجن صاروا في كل سالحالاتين راك خاصة حاليا خصو المنتخب الفلسطيني يخرج يفتش على الهدف والله سيراء هجم المنتخب الفلسطيني مزيان هاي لقصوم يخرجوا حاليا جوجن صارواين مكين ما يخصن حاليا خصو المنتخب الفلسطيني يخرج يبعاتي عن القول قول هدف الثالث حاليا المنتخب المغربي هدف الثالث جمهير المغربية حاليا تاتف المدرجات قول الحفيدي قول واع الصراحة مزاون شوفوا الاعادة خلينا نشوفوا الاعادة الاعادة ميقوي الواع سير باس شوف 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 قوي الواع تزاوي اللي ضربة فيها والله قول سنين المنتخب الفلسطيني يسكي هادف انا متأكد ملايت كي المنتخب الفلسطيني هادف الملعب كامل غادي يفرح والملعب كامل غادي يحيح مشاعر جمهور ديال الفلسطين كل شي غادي يفرح لعلانك الغرب حزين و هادي سنين تذبع علي يا لحبيبه يا فلسطين احيا وين رب نيميل احيا زينة البداء احيا زينة البداء احيا ربي يحمي احيا في قبل من درمه اخوة العبيان قولي قود لكم عنفين احيا في من اسمح فيك يا غزة احيا بي ما القريع يا بيدا حاليا نضرب الجزاء دي المنتخب المغربي ضد المنتخب الفلسطيني ينشبوش اي التسكيل هدف الرابع كما رحوض الهدف الرابع التلغم دبو بنارتي ضرب الجزاء يلا شيرك للجزاء بالعقل شي تشكة ولا شي عجب حالي ده شك جيد لنا جيد لنا جيد لنا جيد لنا جيد لنا جيد لنا الهدف الرابع لمنتخب المغربي جيد لنا جيد لنا نسعت المباراة بالفوز من المنطخب المغربي أربع أصيب ضد المنطخب الفلسطيني حقيقة قطي حاجة واحدة وأن المنطخب الفلسطيني لم تكرشت هداف كنت تمنيتكي المنطخب فلسطيني هداف نفرح معه نعيش معه الأجواء بديك الهداف لكن بالنسبة لي للمنطخب فلسطيني الصعاب لكي وجوه في فلسطين باش يخرجوك فريق حالهذا يمثل فلسطين أحسن تمثيل فهذا العرش الكوراوي الصراحة بالنسبة لي هما أبطال أصلا لم يدوا الكأس هما ديجرة أبطال حالهنا نرى العناق بين لعبين دين المنطخب المغربي والمنطخب الفلسطيني الصراحة كان شعب أحد الحب وحد لويئام بينتهم الشعب المغربي كان ولازال دائما حتى يوم الممات مساندا وفي قلبه يملك رأية بلاده وأيضا شعار فلسطين تحية كبيرة ولكل الإخوة الفلسطينيين من كل الأراضي الفلسطينية أيضا تحية كبيرة للمرابطين في بيت المقدس وحدات الحي جراح باش منزلتوا نطول عليكم حتى النهاية فرحان بأن المنتخب المغربي صراحة أول مباراة له غلب مرباحه وبأربعة أداف لكن الخصم كان شيئا ما لا أحب دمت هذه المباراة صراحة مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة